اشتركوا في القناة اللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين السلام عليك يا أبا الفضل العباس بن أمير المؤمنين السلام عليك يا ابن أول القوم إسلاما وأقدمهم إيمانا وأحواطهم على الإسلام أشهد لقد نصحت لله ولرسوله ولأخيك فنعم الأخ المواسي الأخوة والأخوات الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لا زال كلامنا في هذه الحلقات الخاصة بفضائل سيدنا أبي الفضل العباس عليه السلام والتي عنونت بعنوان الأخ المواسي وما زلنا في فقرات الزيارة التي التي علمها الإمام الصادق عليه السلام لبعض الأصحاب والتي بدأنا في بعض فقراتها حيث قال الإمام في بداية زيارته سلام الله وسلام ملائكته المقربين وأنبيائه المرسلين وعباده الصالحين فهو استقر بنا المقام إلى هذه الفقرة وهي وأنبيائه المرسلين من هم الأنبياء المرسلون قسم المفسرون ولعل المتكلمون أيضا الأنبياء إلى أقسام أو ربما إلى ثلاثة فئات نبي ونبي مرسل أو رسول وأولو العزم النبي كما يقولون طبعا عدة تقسيمات وكلام كثير في هذا المجال لكن نحاول أن نختصر الموضوع بقدر ما يسع به الوقت النبي هو الذي ينبأ أو يرى الوحية في المنام كما ينقل بعض المفسرين وبعض المتكلمين يرى الوحية في المنام وهم مختلفون فبعضهم نبي لنفسه وبعضهم نبي لأسرته وبعضهم نبي لعشيرته وهكذا أما الرسول فالرسول هو أعلى مرتبة من النبي أي أنه نبي وزيادة ما يعرف أو ما يعبر عنه علماء المنطق أن بين الرسول وبين النبي عموم وخصوص مطلق أي أن كل رسول هو نبي وليس كل نبي هو رسول فالرسول أعلى مرتبة وأعلى درجة من النبي طبعا ذكره العلماء وذكره المفسرون ذكروا بعض الفروقات بين الرسول والنبي وقالوا أن الرسول هو صاحب رسالة الرسول هو الذي يرسل إلى الأمم يرسل إلى أمة أما أولي العزم فهم يرسلون إلى الأمم كافة أو إلى كل المعمورة فأولي العزم أعلى مرتبة من الرسول فهنا الإمام سلام الله عليه الإمام الصادق بعد أن ذكر سلام الله عز وجل على سيدنا أبي الفضل العباس عليه السلام ثم عرج بسلام الملائكة المقربين قال سلام الله وسلام ملائكته المقربين وأنبيائه المرسلين فكأنما عبارة الإمام الصادق عليه السلام تخص الأنبياء المرسلين فقط كأنه من هذه العبارة أي أن الأنبياء المرسلين هم الذين سمح لهم أو أخذوا الإجازة من المولى جل وعلا للسلام على سيدنا أبي الفضل العباس عليه السلام طبعا على هذا الكلام وهذا التقسيم بل لعل جميع الأنبياء يأتون للسلام على أبي الفضل العباس كما في رواية زيارة الحسين في ليال الجمعة مضمون الرواية أن 124 ألف نبي أو في الزيارة الشعبانية يزورون الحسين وإذا زاروا الحسين فليس من المستبعد بل لعل من المؤكد أو من المقطوع به أنهم سيزورون أبي الفضل العباس لكن الكلام سلام الله وسلام ملائكته المقربين وأنبيائه المرسلين كما سيأتي في نهاية هذه الفقرة بعده سلام الله وسلام أن الزيارة فيما تغتدي وتروح عليك يا ابن أمير المؤمنين هذه فيما تغتدي وتروح أيضا سنبين تارة يقصد بها المعنى الظاهر وهي صباحا مساءة أن هؤلاء يسلمون على هذه الفئات تسلم على سيدنا أبي الفضل وتارة كما ربما هو مقصود العرب أو مراد العرب سابقا فيما تغتدي وتروح أي في كل لحظة اللحظة ففي كل آن آن بمعنى أن السلام لا ينقطع لحظة عن أبي الفضل العباس هذا على المعنى الذي هو نجري مجراء العرب أما إذا تنزلنا وقلنا أنه على المعنى الظاهر فالسلام هو في صباحا مساء فيما تغتدي يعني غادية رائحة غادية أو غادية رائحة فيما تغتدي وتروح فسلام الأنبياء المرسلون أو سلام الأنبياء المرسلين سلام الأنبياء المرسلين على سيدنا أبي الفضل العباس سلام الله عليه سلامهم على سيدنا العباس صباحا مساءا أو في كل لحظة لحظة لا ينقطع عن أبي الفضل العباس فهذه بحد ذاتها منزلة عظيمة لا تضاهيها منزلة وكيف هو سلام الأنبياء على سيدنا أبي الفضل العباس سلامهم إذا قلنا أن سلامهم هو بمعنى الدعاء أولا لا يستبعد أن يكون سلامهم هذا السلام المعهود كما مثلا نقول في الصلاة السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين ومن المؤكد أن سيدنا العباس هو من الصالحين كما سيأتي في فقرات الزيارة السلام عليك أيها العبد الصالح فسلام الأنبياء لعله هذا السلام ولعل السلام هو الزيارة وطلب الدعاء في هذا المكان وطلب إنزال الرحمة وإنزال البركة في هذا المكان لا يستبعد ولعل كل الأمرين هو موجود وصائر من زيارة الأنبياء لمرقد سيدنا أو محل سيدنا أبي الفضل العباس عليه السلام أيضا ربما يتبادر سؤال إلى الأذهان وهو أن الأنبياء سلام الله عليهم هل يعرفون العباس عليه السلام قد يسأل أحدنا أو أحد ما يسأل هل هناك معرفة بين سيدنا العباس أو هل أن الأنبياء يعرفون سيدنا العباس عليه السلام ربما الإجابة باختصار تكون بأمرين أولا أن الأنبياء هم أحياء عند ربهم يرزقون كما هم بمرتبة الشهداء أو ربما أعلى من مرتبة الشهداء كما عند بعض الفرق المسلمين وليس ذلك بعيد أن الأنبياء هم إما من الشهداء أو أعلى من الشهداء والشهداء أحياء عند ربهم يرزقون فإنهم ما داموا أحياء فإذن يمكن أن يكونوا يعلمون ما يجري في هذه الدنيا وواقعة كربلاء من المؤكد أنهم علموا بها هذا أمر أمر الآخر أن الأنبياء كما في الروايات التي عندنا أن الأنبياء علموا بمصيبة الحسين قبل ولادة الحسين بل قبل مجيء رسول الله صلى الله عليه وآله والوحي أعلمهم به فبكوا على الحسين ولعنوا قاتل الحسين وإذا كانوا يعلمون بمصيبة الحسين فمن المؤكد والمرجح بل المؤكد أنهم يعلمون أصحاب الحسين ويعلمون الشهداء وأكيد أنهم يعلمون أب الفضل عباس يعرفون أب الفضل عباس ويعلمون منزلته الجليلة عند الله فمن المؤكد أنهم يعرفون منزلة أب الفضل عليه السلام عند الله عز وجل خاصة إذا تذكرنا ورجعنا إلى قول الإمام سلام الله عليه الإمام الصادق عندما قال وإن لعمي العباس عند الله تبارك وتعالى منزلة يغبطه عليها جميع الشهداء يوم القيامة كما قلنا أن الأنبياء يمكن أن يكونوا من الشهداء بل أعلى من الشهداء فالشهداء يغبطون العباس على منزلته فإذا كانوا يغبطون العباس على منزلته فلابد أنهم يعرفونه وربما أنهم يتمنون أن يصلوا إلى منزلة العباس كما في المقطع الرواية التي ذكرنا يغبطها الغبطة تمني الوصول إلى هذه المنزلة فالأنبياء أكيد يعرفون سيدنا العباس عليه السلام ويزورونه لماذا يسلمون عليه لماذا يسلم الأنبياء على أبي الفضل العباس سلامهم إن قلنا أن سيدنا العباس عليه السلام هو بمرتبة الشهداء فهم أذن يدعونه ويستغفرونه لمن يأتي ويدعون له في هذا المكان وإن قلنا أن كما في الرواية أن له منزلة يغبطه أن لعمي العباس منزلة أن لعمي العباس عند الله تبارك وتعالى منزلة يغبطه عليها جميع الشهداء يوم القيامة فلعل سيدنا العباس وهذا احتمال غير مستبعد أن له منزلة عظيمة قد تداني منزلة الأنبياء وهذا ليس بعيد عند الله حيث أنه أعطى ما أعطى وضحى ما ضحى وفدى كما سيأتينا في مقاطع الزيارة لأنه بالغ في النصيحة وعطى غاية المجهود فبعثه الله في الشهداء وجعل روحه مع رواح السعداء كما في مقاطع الزيارة ولعل الكلام يطول في هذا المقام وفي هذا المجال لكن الوقت لا يسعنا لأن نبين أكثر من ذلك نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتبنا من زائري أبي عبد الله الحسين وأخيه أبي الفضل عباس وأن لا يحرمنا شفاعتهم يوم القيامة بحق محمد وآله الطيبين الطاهرين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة